ورجعنا مرة تانية مشاهدي نهارك سعيد ونوم كاملي مع بعض نهاردة يومنا لغاية الساعة 11 صباحا مباشرة على الهواء وصلنا لفقرة صورة مصرية الصورة مصرية اللي بتعبر عن نبض الشارع المصري والحياة في شكلها عامل ازاي وأعتقد ان نهاردة الصور كمان هتكون معبرك جدا سواء عن السياحة أو عن حاجات كتير جدا تخوص الشارع المصري والشخص المصري المواطن المصري البسيط والمواطن المصري عموان النهاردة هيكون معانا مصور متميز جدا ومهوف جدا في التقاطه للصور اللي بتجسد الوقائع نهاردة هيكون معانا الصحفي والأستاذ أحمد فريد وهو رئيس قسم تصوير بجريدة الأسبوع صباح الخير يا فندي صباح الخير ازاي حضرتك الحمد لله زي ما بقول في البداية كده نهاردة معانا صور معبرة جدا غير أي مرة كنت بتجيب فيها صور كده مرة بتعبر بيها عن الناس البسيطة ووريف ومرة بنتكلم عن اللي كان بيحصل في الصورة نهاردة عموما الصور كده مجمالها بتتكلم عن ايه من التكلم عن حالة الشارع المصري نفسه الحاجات المطروحة قدام الوزارة الجديدة مثلا ازاي احنا شوفنا الفترة اللي فاتت احداث الأطرب بتاع من فلوت لا انا جاي بصور مثلا ناس بتعدي قدام قطورها بتاع حاجات زي دي بدون اي زيبت او اه اه بتبقى محتاجها حاجات صغيرة لا الصور دي قريبة يا فندم يعني اه قريبة اه طيب خلصنا بقى نعلق على صورة صورة ان شاء الله ان شاء الله بس في الاول كده يعني قولنا يا حضرتك واضح ان ان شاء الله مسيرتك الفنية او مسيرتك كده التصويرية واضح انها طويلة وبقالها فترة من امت تقريبا وبدأت في التصوير الصحفي كمحترف يعني كمحترف من ثمانية وتمانين ما شاء الله او قبلها يا فندم كنت درست تصوير الفوتوغرافي او دكة دي كانت موهبة وانت ثقلتها بعد ما تخرجتك في الدراسة يعني هي كانت موهبة يمكن وانا في سنوي كان في عندي كاميرا صغيرة بدأت اتعلم عليها دخلت مرحلة الجامعة بدأت اتصور زمايلي جامعك كنت في اي بقى في الجامعة كنت في كلية علوم علوم بعيد جدا عن التصوير اه خالص خالص بس في وجهت بان انا دخلت المجال بدأت اجيب كتب تصوير يعني اعتقد ما كنتش بذكر في علوم اذا انا بذكر في البازك دار كلهم كتاب اجنبي خاص بالتصوير يعني وازاي دخلت بقى مجال الاحتراف ومجال التصوير الصحفي يعني والله يا في حد احتاطت ازاي طريق ده يعني هو ممكن ربنا اكرام لي ان في حد انا صورته مرتين كده فكان رياضي فصوره نزلت فهو نزل الصور بالاسم اهلي ولا زمالك بقى لا لا ده كان حد بيلعب اكون غفوه وكانت لسه جديدة خالص يعني فمجرد ما لقيت اسم النزل حسيت انا بحق يعني انتفهم اه فبدأت اجري اه شغلت في كم مكان في الاول لغات لما رحت مسكتر اسقسم الاسبوع يعني طبعا احنا عارفين كويس قوي انه مهنة التصوير هي فيها جالب شيق وممتع جدا ولكن لما بنيجي بقى في الاحتراف وتنزل الشارع وتصور احداث مسيرة زي صورة زي جدل بيحصل امام محكمة او الحاجات دي بتبقى ليها مخاطر وبيكون نسبة المخاطر فيها بتكون عالية جدا احنا مثلا معانا صورة دلوقتي دي اه كانت ايام الصورة دي كانت ايام الصورة اه مشبوط كده احنا مخوط بانزل بالصور يا ريمون اه الصورة دي مفروض حاليك طبعا خدتها في الصورة دي واخدها في الصورة اه يعني بعد الرحيل وتحس فيها فرحة من قلبها ويعني لكن بعد الرحيل صباحا بقى اه 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 وطبعا انت كنت موجود في الميدان ولامس فرحة الناس بلافسك يعني انا عدت حوالي بزرط خمسة عشرين يوم اغادرت شمدان يعني اه نتكلم في الموضوع ده عشان عايزة اسأل على نسبة المخاطر اللي بتتعرض لها او بيتعرض لها المصورة اهو دلوقتي غير الصورة اه احدا الصورة ما كانتش فيه مخاطر المخاطر دلوقتي اه لا 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 لان بعد ما تقسمت القصص يعني اه هرجع لك انا في النقطة دي لانها نقطة مهمة جدا لكن الصورة اللي معانا دلوقتي ستة بسيطة جدا اه دي بيتاج يعني بيتبيع سمك اي عربية دي كان على الطريق الدولي اللي هو في كفر الشيخ اي عربية بتقابلها بتبتجري عليها بالسمك بتاع سيادين بساطة اه 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 دول الناس بساطة اوي اه 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 فتلاحظ انها حتى عيني بتجري عشان تلحق اي عربية لا فين الزحمة دي الدنيا فاضية كده يعني دي كده رايق اه اه دي الدنيا زحمة فاضية لا هي بس حالوة كده انه هو جاي بالقائرة كلها وراها يعني جاي منظر حالami او ý دي كنت خاصتها عرك supuesto دي كنت أخذها وها اي فين كانت كنت optional فوق مرايو اه اه ولا اتولش اسمي اه فوق الفندق معروف فوق الفندقه اه اه ص Row우 برضو جويلة او دي كانت الصبح بدري ولا كدت اي مدرا دي كانت صبح اوقت بالمغرب على طول دي صورة الى بعدها ايه دي كانت في مارد الكتابي يعني منهمكة جداً جداً ومش مع حد خالص شكلها فاهمة وفي سواني وصلت لصفحة مثلاً أربعين خمسين لا أوقف عندها حلوة جداً آه يا دي الصور مش مفروض أن أطفال راح مدرسة ساعة ستة الصبر كبر صغير هو المفروض أن يكون فيه مبدئياً حد يكون بيزبط سر العملية عملية المشاة أمتى يمشوا أمتى يوقفوا ده المفروض ده المفروض طبعاً سر عملية المشاة ده وحاجات مش هتكلف عانينا منها الفترة الأخيرة معاناش دي ومش ملهاش تكلفة ما فيش تكلفة خالص يعني طبعاً وأطفال صغرين كلهم ده طبعاً ما فيش أهليهم حتى معهم طيب ده رمسيس بالوضع بقع بققلين يعني قال انتشر ومتشار باشع جداً جداً بيرجعوا بالليل تاني سيئ الفكرة ان هما كانوا وعدوا انه هيكون فيه سوق للبقع جائلين يقدر يحتويهم بالعدد بتاعهم كلهم لكن الحضرات هما رفضين رفضين يعني ايه رفضين رفضين اعتقد انه هيكون مكان مؤهل يعني وضهي انا مش هصدق على كلامك لان الحقيقة ما عنديش معلومة بتؤكد اذا كان فعلاً هما رفضين ولا لسه الحضرات ما تحيقش المكان اللي هما يعودوا فيه بتعمل الأسواق ما رحوش يعني ده اخواتنا بقى فين لا ده دول في مصريين مصريين اخواتنا في مصري في سعيد يعني في قرص مع حجر الداسة تحت مستوى يعني ريت البزارة جداً ببصيلها يعني يعني كل البيوت هناك مفيش ساقف كله محافظة ايه حضرتك قلتني انا ده مركز نجع حمادي او بعد نجع حمادي اللي كانوا بطبخوا عليه زمان هما لازالوا ما فيش حب ما فيش حب هناك مرفع عنده ما فيه بتجاز او ابسط حاجة يعني نتمنى ان شاء الله مع التشكيل الوزاري الجديد ان شاء الله ما لفت كلها وبعد ما الدستور خلاص الحمد لله خلاص الدنيا كلها تبدأ بقى في البناء وانهود مرة اخرى يا رب يا رب ده فين هناك برضو اعطيتك لا لا ده فوصير ومعبد اسم عبد بتاح ده اله حطحور مفروض اله حطحور اه اجد كنت اله سوى الجمال المفروض ان المعبد ده مجموعة اثار احنا عندنا كم اثار لو لوزارة اشتغلت على الوزارة الجديدة هتدخل مليارات للبلد مفروض ان مفيش مياه في مياه جوفية في نباتات حل فطلع جنب جنب التمثال اه يعني مفيش اهتمام لا مفيش اهتمام خاص بس ده يعتبر مش من قريب ده ووضح انه من فترة طويلة لا ده من قريب والله ازاي والنباتات دي كلها قدرت ان لا ما هي النباتات على مدر العمر الوصولة من قريب يعني بس النباتات دي موجودة فيها وما هو ده لنا ماقول انه مفيش اهتمام من بدري مفيش اهتمام من بدري قوي اه اعايز ارجع لنقطة المخاطر دي لانه اعتقد ان هي مهمة جدا خصوصا للصحفي اللي بينزل في مواقع مهمة ومخيرة جدا لانه مفيش كمان حتة الحماية للمصور الصحفي سواء من الناس اللي موجودة لانه بيخافوا دلوقتي من اي مصور بيطلع بساك كاميرا بيصور الحدث بيعتبروا يا اما خائن يا اما هندس فدايما بيبقى فيه خوف هل انت ما كنتش خايف على نفسك وانت وقت الصورة او وقت ما كان فيه لغة كبيرة جدا في الشارع وبتنزل تصور بقى الاحداث دي لا وقت الصورة انا عن نفسي انا ما كنتش هدراسي بالميدان ما كانش فيه خوف انا كنت حابب لا ما كانش فيه خوف ده من 25 جنيه اه انا كان معايا شانطة فيها كاميرات مثلا في حدود 30 40 ألف جنيه بسيبها في اي خيمة واخد الكاميرا على كتفه وليف وارجع اخد الشانطة من عند رجل ما عرفهش بخلي دي معاك حاجة بسيبها معاو بارجع لكن النهار ده اضرب لحديثك مثلا انا بصور مجموات ألترس هو شاب بييجي اوه ما تصورش من الوش صور من بعيد عشان هيتلعج بس يعرف اشخاصهم بعيدهم نفس النظام لو بتصوري طيار اسلامي او طيار الليبرايل لا ما تصورش من الوش وبعدين اي حد النهار ده بتعتقد لي دلوقتي يعني مش عايزين يصوروا شوشهم وبس عايزين يصوروا المجمع المجمع الناس نتيجة اني بقى فيه تجاوزات يعني بيحصل في كل الحداث وحالك تبعا بتشوف التجاوزات دي بعينك اه بتشوفها طبعا وبنصورها يعني بقى في تجاوزات كتير جدا جدا وسط التجاوزات دي لما تيجي تنقل صورة معينة محدش بيتعرض لك او ما بتشوفش حد بيقولك لو سمحت مش عايزين حد يصور اخر ببرا حد يتطاول او لا ده بيحصل كتير جدا واخيرها زي مننا احنا تجوا معا واعتقد كنضيف عندكم من فترة لا ده رأت فيها تلات تسابيع وقعد منهم اصبوع في العناء المركز بسبب التطاول عليه لانه كن بصور في حداث السفارة يعني ربنا يكون في عونك والله يمعنا صعبة جدا احنا معنا صورة طبعا كل السنة وكل اخواتنا الاقباط والمسيحيين اهلنا وصحابنا واجراننا واخواتنا كل السنة وانتوا طيبين وهابي كريسمس دي صورة جنبها المصحف الصليب وجنبه المصحف مفيش احلى من دي صورة اكيد خطاة في حياتك لا ده في لطة في لطة يريد تتعرض اقسم بالله كانت صبيحة يوم حدث القدسين كنسة القدسين وقدام نقابة المحامين ماشي اخت منقابة وبدردش في قمة السعادة مع اخت قبطية الصليب باين وماشيين دنيا دي بالنسبة له مشينا خالص حلوة او الصورة اه 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 دي البرالس احنا بندور على الصورة الحالي اتقول عليها انها صورة اكيدة معرفرة جميلة ومتناسب الوقت الوقت اللي احنا بنعيشه دلوقتي يعني لانه هي اللي فاتت اه هي دي اه لا احادي ماشيين في دردشو مع بعض وصحاب بدون مزايدات يعني مشكلام انشاء اه يعني ده مشكلام انشاء اه يعني ده مشكلام انشاء اه ما يصورة بتتاخد في وقت يعني افوش تمثيل اه خالص يعني كنا كنا خارج عشان شوف هيبقى في مظاهرات هيبقى في ايه ففجرت باللقطة دي قدامي الاتنين ماشيين بيتكلم اه انت ماشي بالكاميرا لازم تكون على طول مستعيد لا يزم بيتكال زرير حتى تاخد طرق الصور المهمة ماشاء الله الصور حلوة اوي بحقيقة ودي صورة الولد اه لا ده كل حتي في مصر يعني هم تلابس العلم بتاع مصر وشو مصر صورة حالة جد يا أستاذ أحمد عايز أرجع مرة تانية إزاي ممكن تنقل صورة يعني أعتقد أنه مش أي حد نهاردة ممكن أنا مساء أو أي حد مش دارس التصوير الفوتوغرافي والصحفي المحترف كمان أننا أنزل أقدر أنقل صورة وجسدها وطلع النبض اللي فيها والواقع في الصورة الصمتة حالك إزاي بممكن الوحد ياخدها إزاي دي بتبقى المسألة كدر ولا مسألة إحساس ولا مسألة توقيت يعني بتبقى المسألة إيه حدثت جمعتي ممكن مجموعة كبيرة هو أول حاجة الإحساس بقى فيها الحس الصحفي موجود عنده ده بيبقى مش عند أي حد يفهمني طبعا دي حاجة تانية حاجة استرات الصحفية يعني أنا مش هاخد يعني أحسي أن في حد بيعمل حوار مع حد غلبان قدام المسجد ولا حاجة لو هصوره وانا أحد هم عادين بيتكلمه إيه اللي جالي من دول دم المسجد لا أنا في زاوية معينة أنا أثر المسجد والصورة نفسها تشرح نفسها أيوان أتكلم أعفل في المظاهرة أنا أبقى المظاهرة دي فين أعدي دي 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 المجموعة المراكب اللي في القصر يعني شيء سيئ جدا ده أنا فيه السياحة ما فيه السياحة إطلاقا والسيزون ده خلاص يعني نحن كنا بنعتمد على القصر وقصوان في السياحة وعلى الدخل و أغنى سايحة في العالم اللي هو بينزل القصر مش السايحة اللي بينزل شرم الشيخ شرم الشيخ ممكن ننزل بقى أقل الفلوس نظام ترانش عرصر إنما السايحة الغني جدا اللي هو بيجي من أمريكا من اليابان كله بتاع القصر وقصوان يعني وطبعا زي ما احنا شايفين المراكب كلها فلطية والشوارب ده كان أغلى في الغرفة ممكن تعمل خمس تلاف دولار خلاص والعربيات وقفة آه مفيش ولا غرفة من وراء فطبعا ياريت في الوقت بصعب شوية ترمي الأولاني بدأ يعني فالناس عادة عين إغلبة نزاكروا في أي مكان ومنشغلهم فعلا في المزاكرة ربنا يوفق جميع وإحنا دي البرولوس البرولوس آه دي عزبة البرج عزبة البرج دي حوالي خمس تاشر ألف مركب سيد زي ما حتك شايفها نعم ودي مع الأسف اللي بيخرج من بعض الناس منها مراكب الهجرة غير الشرعية اللي بتعمل حوادث ووابها هم كلهم صيدين سوابها هم يتلعوا من هنا من نفس المدينة آه قرية البرج دي آه دا يام السهورة دا كان ضريفة قوي وإيه دا شارع الشعب درع ليه بقى خلها شارع الشعب بل شارع مجلس الشعب واخد اليفطة وبيجري يعني كده خد الشارع بتاعه زاكي أحيانا بيبقى فيه صور بتبقى كوميدية آه دا بتتعمل بعض السباقات كده في مطروح بين البدو وبعضهم آه دا بدو مطروح آه البدو بتبقى مطروح بيعملوا سباقات آه دا أطفال بقى مزواغين ويريت مزواغ بس لأ دا بيشرب سجيلة كماني آه طبعا آه يعني وبقى في دماغه من الواد في المدرسة ربنا دا ما جيش 14 سنة أصلا ما فيش لقى عشر سنين نكملش عشر سنين يعني طفل في ابتدائي آه دا من دبنا الحالات اللي لازم شتوقت بقى لها حد يعني لازم طبعا آه لا لا منفعش منفعش وقارورة كده آه لازم لازم الوزارجي فيها حزم 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 يعني يا البلد آه البلد محتاجة حزم آه دي بقى دول بقى الأبطال بقى دول الأبطال بتوعنا لما يكبروا عينوارونا كده ويفرحونا بمصر بأمر إلا إن شاء الله يعني إن شاء الله هذه صخرة الدولة اللازم برضو من دبنا الحاجات لازم تحطي لها حاجة إيدي صخرة دي شكلها تقع هذه صخرة الدولة دا عايشين تحتها عايشين تحتها وعايشين فوقيها يعني عايشين تحتها وعايشين فوقيها ولسه لحد الوقت برضو مفيش قرار إزالة أو تعويض للناس اللي ممكن ينقلوا من البيوت بتاعها إزالة دا مشكلة بقى لها أكثر من 40 سنة الناس اللي عايشة بتيجي وده بيجيب الثاني وده بيجيب الثالث لأن الساكن بقى لاش أو رخيص ونظام عشوائيات أو دا طفل فيش عشر سنين بيسوق عربية فسط البلد في شهر عشان بليون أنت بتفرجنا حاجات يا أستاذ أحمد يعني جند ليها العجب لا مع مفروض أعطيها الرجل يعني من ناس مشرادين وغلب أبا يعني السمترية ما بينه وبين الكلب النام اللي اتنين خلاص راحوا في صوبات عميق يعني مع بعض تكلبي بلف معها طول النهار أكيد تعب هو كمان يعني يعني دي برضو فوضى المحليات يعني لازم تتحسم دا المنطقة دي فين دي في شارع موازل ترية الإسماعيلية في ظهر ترية الإسماعيلية في ظهر محادث الكهرباء المفرق بيقولي دي في كل حتا في مصر دا يعني لا مفروض أه دا هنا بقى على كاره معد على كبراء السنين فأنا واخد التمثال اللي بيقوله بيمنعه يعني أنا مفيش عسكري يعني مفيش عسكري فالتمثال يمنعه يعني صورك النهاردة معبرة وفي منها المفرح وفي منها المحزن جدا زي الأطفال اللي بيشربوا سجار وما فيش قوانين راضعة أو حتى إنه محدش يقدر يدي لطفل مثلا عربة سجاري باعها مفروض حتى رايشتريها الوباء أو حد كبير يعني برجع تاني بس لمنطقة الموهبة وإزاي أنا أقدر أخد صورة معبرة تتكلم عن نفسها فأنت كلمتني عن جزئية الإحساس إنه مهم جدا إزاي تقدر تحس بالصورة وتخلتها الكادري اللي يتكلم عن نفسه قلت لي إيه كمان النقاط التانية علشان نقدر نكون مصور محترف لو حد بيتفرج علينا وعنده وموهبة التصوير الفوتوغرافي هو بينامية أولا بالاطلاع طبعا الأرض بقى أن البرامج بقت كتير جدا برامج جدا يتعلم سهلة أنه يختلط بيشارك مع أي جروب وجروبات بقت كتير عشان نفدأ يتعلم إمتى يعني في عندي فتحة عدسة في سرعة عدسة اللي هو الغالق الشاطر في عندي رزيليوشن يسأل أن كل الشغلة بها ديجيتال فلازم يعرف إمتى يعني كل ما أخذ لقتها يمكن فيها حوالي عشر اتناشر حاجة بيضبطها أيوه مش إن أنا هدوس وخلاص وفيه بشوف المكان أو الزاولة أنا هصور منها لازم يتعلم الزاولة أصور منها إيه وكل وش باب التعليم ولو أخذ بورتري كل وش ليه زاوية هصوره منها النهاردة بقى مشويرك إيه رايح تاخد صور فيه النهاردة النهاردة كان مفروض أن أنا بغطي لأن أنا قادم مصور العجوز اللي في المصور البرلماني العجوز فمفروض أن كان في عندنا النهاردة الرئيس جاي مجلس الشورى وهي بكون فيه جلسة بعد زيارة الرئيس فهنغطيها النهاردة إن شاء الله ربنا يكون في العون إن شاء الله ويديك الصحة وتجيب لنا تصور كلها معبارة كده عن مصر بس يا رب تكون كلها صور مفرحة بعد كده نشوف سياحة كده وصياحك كده قطار والله وأماننا في السنة الجديدة أن ربنا يكلم مصري وتتنقل خطوة قدام إن شاء الله يا أستاذ أحمد برسي جدا لحضرك وشكرا على وجودك معنا وإيدك تسلم إيدك على الصورة الحلودي الله يسلم مشاهدينا كم معنا المصورة الصحفي الأستاذ أحمد فريد رئيس قسم التصوير الصحفي في جريدة الأسبوع أشكره على وجوده معنا نهاردة شفنا مع بعض الصور المعبرة عن الشارع المصري والمواطن المصري هروح معكم للفاصل ونرجع مرة تانية لسا مكملين مع بعض في نهارك سعيد